وصلنا معاكم الفقرة مهمة جدا يمكن أخطاء إحنا بنرتكبها وإحنا مش واخدين بالنا ونبقى فاكرين نفسها بنعمل حاجة صحة وبنحمي أسرتنا وبننظف بيتنا بإننا نستخدم المبيدات الحشرية للحشرات للموس دبان في البيت لأي حاجة لكن يا ترى ده بيأثر على صحتنا إزاي طبعا كل يوم بنسمع عن حاجة جديدة دي أرس بخور بموت النموس ده مبيد من غير ريحة فده كويس إحنا نستخدمه عشان ما نحسش أننا مخنوقين طب هل الحاجات دي خطورتها أكبر من كمان اللي ليها ريحة ولا لأ ولو كل ده مضر نعمل إيه عشان نتخلص من الحاجات دي من غير ما نقذي صحتنا وصحت أولادنا تساني وشرفني جود أستاذ دكتور محمود محمد عمر مؤسس المركز القومي للسموم وأستاذ الطب المهني والبيئي كل طب جمعة القاهرة ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العامي أهلا بحضرتك دكتور سبعها الخير أهلا بك سبع عامور إيه بقى الأخطاء اللي احنا بنقع فيها عشان شكلنا كلنا بنعمل حاجات غلط يعني هو الحقيقة الاستخدام في البيوت ملوش ظابط ولا رابط يعني معناها كل واحد شغال بطريقته وبمزاجه في دبانة في الأوضة يجري وراها بالمبيد الحاشري نخلص الإزازة كمان في الأوضة اللي هو فيها وربما يكون حد نايم كمان في الأوضة يبقى إذا استعملنا للمبيدات لازم نحط في الاعتبار إنها مادة شديدة السمية وبدل شديدة السمية نتعامل معها بحذر ونتعامل معها بدقة يعني عاوزين نرش البيت مبيدات يبقى خليه لما نكون طلعين أجازة من البيت أو نقفل الأوضة اللي هتترش على الأقل ساعتين بعد الرش محدش يخشها وبعدين حضرتك قلت في المقدمة المبيدات اللي لها ريحة هي ريحة بتتحطى علشان اللي داخل الأوضة يعرف إنها ترشت مبيدات لأنه لو ما يعرفش إنها ترشت مبيدات مش هيعرف من غيره هيتعامل عادي جدا يبقى احنا بالتالي احنا بنقول لشركات المبيدات حطونا ريحة علشان نعرف مش حطونا ريحة جميلة ما حطوناش ريحة برفنات مثلا مع المبيدات لا عايزين روائح تحذيرية روائح تحذيرية لكن إنها ما تبقاش لها ريحة خالص خوفا من حساسية الإضافة الريحية بتاعت الريحة لا هي الحساسية بتيجي من المبيدات لأنها مادة شديدة السمية وشديدة الحساسية يعني كده الحاجات اللي بدون رائحة أخطر من اللي لها ريحة لأن احنا مش هنبقى عارفين المفروض يتحطي لها ريحة نفازة ريحة تخلينا نحتاط ننتبه إنزار لكن إنها ملاش ريحة دي طبعا يعني احنا كده مفروضوا ننادي بأن الحاجات اللي بدون رائحة دي تتوقف توقف انتجها لأن دي أخطر على أسطر أخطر لأن مش هنبقى عارفينها اللي داخل الأوضم مش هيبقى دريان بيه طب احنا عايزين نعرف بقى المبيدات دي بتأسطر على صحتنا في إيه رهيبة بتعمل إيه احنا هنقول المبيدات في تصنعها وفي تداولها وفي استخدامها تمام بقى في تصنعها جميع المصانع اللي بتقوم بتصنيع أو تركيب المبيدات لازم الناس اللي شغالة في هذا القطاع يكونوا صحيا لائقين زي ما بنقول في الجيش الطيارين يعني بنقول في الجيش المشاه المدفعية أعلى درجة الطيران أعلى درجة في التعامل مع المبيدات يبقى الأحسن صحة والأقوى بنيانا يبقى لازم يتعملهم فحص طبي قوي مركز شامل ما يشتغلش في هذا القطاع إلا اللي كبده سليم كلويه سليمة سدره سليم تاريخه المرضي أبيض ما فيهوش حالة مرضية يبقى بالتالي عنده قدرة تحمل أعلى من الشخص الآخر عشان لو عنده مشكلة مرضية التأثير هيكون مضاعف أنه بيتعامل معاه في التصنيع مضاعف ومركب وسريع الحركة يعني بدلا ما هيقبى تأثير المبيدات في اللي صحته كويسة بعد عشرين سنة هيبدا بعد سنتين ليه؟ لأسباب عنده بالهارسيا عنده التهب فيروس كابدي عنده أي مرض من الأمراض الصدرية هيبتدي يدخل فيه في مرحلة اللي بنسبيها العجز المهني يعني بيشتغل بس النهاردة أجازة بكرة أجازة مرضية النهاردة الصحي متأخر النهاردة عنده كسل فأخذ نص يوم وروح مش قادر يواصل يعني الإنتاج مش هيبقى مظبوط ده بالنسبة لللي بيشتغلوا في مصانع المبيدات اللي بيقولوها اللي بيشولوا الحاجة دي من المصنع يودوها المزارع أو يودوها المحلات بيشلوها في أنها عربيات الشكلة إيه العربيات؟ مفروض تبقى عربيات للمواد كيموية ما ينفعش بيطالع بعربية مواد كيموية من المصنع وهو راجع شاي المنجة معاه علشان يودها سوق العبور فحطها في نفس العربية هو ده الانتقال الخطير اللي غير مفهوم اللي مش مفهوم للناس العربية بتاعة المواد كيموية تخصصة مواد كيموية طب حتى يعني فيه اللي هيقول الحاجات دي بتبقى جوه إزازة جوه علبة مقفولة متبرشمة محطوط عليها ما عندهاش مشكلة العيوب التصنيعية مسموح بيها بنسبة مقوية يعني إزازة واحدة الغطا بتاعها ما تقفلش في وسط ألف إزازة من المبيدات الإزازة دي كفيلة بإنها تسمم عشرين عيلة ماش عشرين فرض يعني عشرين في عشرين بربعمية إزازة واحدة إزازة واحدة اللي وقعت وساحت في أرضية العربية يبقى احنا بنقول الدقة في أن ابعد عن الشر وغنيله يعني عربية المواد الكيموية والأسمدة والمواد اللازمة للزراعة ممنوع يتشال فيها محاصيل زراعية يبقى ده حتة بسيطة على الانتقال النقل هنيجي للاستخدام في المزارع الاستخدام اللي اتشغال في المزارع دلوقتي وبنهاتي بقى لنا عشرين سنة سيء جدا ما عندهمش خبرة ما عندهمش معلومات المهندسين الزراعيين اللي مسؤولين عن كده في وزارة الزراعة ماش مقدين الوجب بتاحه سيبين الموضوع للمزارعين بيستخداموا بنفسهم من غير حسابات طبعا بينما هو المفروض المهندس الزراعي عندنا مهندسين متخرجين بكميات كبيرة جدا مفروض انهم يتوزعوا على الاراضي الزراعية بنسب مقاوية يعني المنطقة دي الفين فدان محتاجة كم مهندس زراعي عشرة مهندسين زراعيين خمسة مهندسين زراعيين كل واحد عارف شغل هو المرور على وبتدريب الفلاحين يبقى اذا اللي هيمسك المادة السامة دي يبقى عارف انه ماسك مادة سامة بيتعامل مع مادة قاتلة بياخدش حاجة من الهدوم بتاعته اللي مليانة مبيدات من الرش ويروح لمراته في البيت علشان تخسلها مع هدوم ولاده مثلا يعني يبقى معناها هو نقل العدوى زي العربية اللي شالت مبيدات هو هيب العربية اللي شال المبيدات وداها لعيلته ده بالنسبة للزراع طب وهو برش هل برش بنظام هل برش بكسافة مزبوطة هل المحصول لما يجمع بيجمع بعد الرش مباشرة ولا بعد الرش بـ 48 ساعة المفروض بعد يومين او تلاتة من الرش نجمع المحصول اذا كان هناك محصول للسوق ده بيفرق دكتور اللي هو 48 ساعة المحصول بيكون تأثير المبيد خلاص ما هو تأثير المبيد اللي هو الحشري التأثير بتاعه بيتعامل مع العوامل الجوية حسب درجة الحرارة كل ما يكون درجة الحرارة عالية والهوى سريع كل ما ده يتصاعد ويتبخر خلاص يبقى بيتبخر في خلالها الـ 24 ساعة الـ 48 ساعة احنا بنقول ثلاثة ايام لكن ماشا رش دلوقتي وعلشان ما حافظ عليها وانا بعمل لها التعليب وبودها السوق ما يحصل لهاش حاجة فأيه بازا خدتها بايه بالمبيد اللي عليها في الكاراتين طب اللي خدها من غير ما يغسلها خدها يا كلها من غير ما يغسل ايه موقفه طب خد البطيخة طبعا ما عندناش احنا البطيخ ما بنغسلوش قبل من بر قبل ما تتقطع من عادتنا اه ان احنا نشتريها من الراجل بتاع البطيخ على السكين طيب على السكين طب والمبيد اللي على الجلد بتاع البطيخة راح فين ما السكين اخدته جوه وده اللي بيخلي فيه حالات كتير من التسمم حالات الإسغال والمغس لبعض الفواكه اللي منها البطيخ والخوخ بالظبط علشان ما بيتضرب من الزبابة ويتخرم بسرعة فيطرى فيبوز عند الفكهاني فياخده مرشوش ويحطه في العلبة بمبيده علشان يحافظ عليه من التلف طب كده المهندس الزراع عليه دور طبعا المزارع عليه دور والدولة والمواطن اللي بيشتري برضو ما هو لازم بقى الغات لما ده يتصلح أنا يبقى عندي توعية أعمل إيه؟ كل هي منظومة زي ما حكيتها كده هي منظومة كل واحد من دوله دور يعني هنفترض في التصنيع في خطأ في تركيب المبيد تمامين المسؤول عنه؟ المصنع يبقى وحدة البحوز في المصنع عملت خطأ كبير جدا الفلاح مالوش زنبي فيه اللي له زنبي المنتج طب كل نوع أو محصول زراعي ليه مبيد معين؟ يعني اللي يناسب الزراعة دي ما يناسبش الحاجة دي اللي يناسب الخضار ما يناسبش الفكهة؟ ولا ممكن تكون قدم الخبرة تخلي الرش واحد؟ هو الحشري زي الأدوية المبيد الحشري أنواعه كتيرة لأن الحشرة لما بتتعرض لمبيد بتاخد مناعة منه فلما أجأ رش مرة تانية للحشري لنفس الفكهة ما برشش نفس المبيد أرش المبيد آخر عشان مش هيأثر فيها ده عشان زي الأمت بايتك إحنا بند مضاد دحاوي طب إنت خدت إيه قبل كده؟ خدت أجمانتين يبقى ما تدلوش أجمانتين دلوقتي إذا كان هو عنده فواخد أجمانتين من شهرين يبقى ما تدهوش نفس المبيد قصد الدواء لأن برضو بيعنده المناعة بتاعته هتتعامل مع الدواء صحيح طيب إيه رأي حضرتك في أن فيه ناس بقى بتستخدم المبيدات الحشرية اللي بتستخدم في المزارع في البيوت يعني نقول بقى الحاجات دي أصل دي كارثة أصل العادي بتاع الصيدلية بتاع البيت ده ما بقاش بيأثر ما بيعملني أنا عندي مشكلة نملة مش عارفة أتعامل معا فأجيب حاجة من الحاجات الزراعية وابتدي أعمل بيها البيت ده ده كارثة لإيه التعامل مع الحشرات اللي موجودة في الفكهة أو الخضار أنواع مختلفة تماما وتحتاج مبيدات قوية جدا بتركيزات معينة لو هو خد التركيزات دي وتعرض لها طفل في البيت هتسبب ليه عاوز أقول كلمة الوفاء يعني تسمم قاتل إذن لازم نفصل ما بين المبيدات المنزلية والمبيدات الزراعية المبيدات الزراعية ممنوع استخدامها منزلية والمبيدات المنزلية لازم تقرها وزارة الزراعة ووزارة الصحة المنزلية المنزلية ما فيش حاجة اسمها تقرير من وزارة الصحة فقط لغير لا تقرير من وزارة الزراع أن هذا المبيد قليل التأثير السمية بتاعته أقل بكثير من المبيدات الزراعية تيجي الوزارة الصحة تقول التجارب اللي احنا عملناها والتأثيرات بتاعت هذا المبيد تحتاج أن احنا نخفض في تركيزاته ليه؟ لأنه هيستعمله الإنسان في البيت وربما الأجنة يتعرضوا وربما الأطفال يتعرضوا وكبار السن يتعرضوا وبالتالي يبقى لازم نتحكم فيه بالبحوث اللي موجودة في وزارة الصحة صحيح لأنه للأسف يمكن الأماكن اللي بتبيع المبيدات الزراعية بقت منتشرة في وسط السكن يعني وسط العمارات السكنية وبيتشوف الأماكن اللي هي خاصة بقى بالزراعة وقريبة من المزرعين والفلاحين لا بقت وسط الناس دي برضو نقطة مهمة اللي هي الترخيص لتداول المبيدات مش أي حد يرخص يعني بتاع المبيدات مش مفروض أن يحط فيه مواد غزائية في المحل بتاعه أو مواد يتم تداولها بالإنسان بطريقة أو بأخرى يعني إذن تخصصه مبيدات تخصصه مواد كيموية لا هو هيقول مثلا أنا عندي مبيدات فبحط بقى الصابون السيل والحاجات الغسيل اهي كلها مواد تنظيف لا ماينفعش 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 بقى المبيدات اللي بيشتغل فيها سدح مداح المبيدات مادة سمة قاتلة هنفترض خدنا إزازة مبيد 200 سنطي المتين سنطي دي كفيلة لو تحطت في برميل 200 لتر مية كفيلة إنها تموت ألفين بنا آدم يبال 200 سنطي بيعمله 200 لتر المتين لتر يموته ألفين بنا آدم يعني متخيلة الرقم مفزع فبالتالي التعامل مع الإزازة دي تعامل حريص كأنها مادة نووية مش بس مادة مقاتلة سمة دي كلمة تخض يعني آه طبعا يعني لأن وعلشان كده عاملين لأن فيه ناس دلوقتي ممكن تكون بتسمعنا أو بتتفرج على البرنامج عندها في البيت الإزازة الصغيرة اللي حضرتك بتتكلم عنها يعني هي أتكون أيدا بعد شوية هتنظف بيها وحطتها فين؟ حطت تحت الحوض بزر يعني في متناول الأطفال وفي متناول الخطأ الخطأ اللي هو إيه؟ يا طرى دي إزازة الفلفل ولا إزازة المبيد ولا إزازة الخل ولا إزازة المبيد ولا إزازة الزيت اللي أنا شايلها على جنبي يعني فيه حاجة بتشتغل طب لما جيه تخلص منها لما معرفش إن هي نوعها إيه هيتخلص منها بتخلص منها فيه؟ في المجاري بتاع المية طيب يعني إذن إحنا بنجمع في المية اللي إحنا هنعمل لها إعادة تدوير لأنه عندنا فقر مائي ونستعملها بالمبيدات اللي إحنا رمناها فيها يبقى إزازة التخلص من المبيدات زي التخلص من الأدوية يلازم الأدوية ترجع للشركات المنتجة لهذا الدواء هي اللي تتخلص من الدواء اللي فقط صلاحيته أو اللي رجع من البيوت في البيت أي دواء أي دواء يترجعوا للصيدلية المفروض ماش مفروض أن إحنا نجيب الدواء نرميه في المجاري المائية ونقول برضو بمفهوم آخر عاوزين نحافظ على مقطة المية إحنا بنقول كلامه ومن بننفذوش نحافظ على مقطة المية يعني أنا مرميش حاجات سمة في المية لأنها هتموت سمك هتموت من قدمين من الصعب تنقيط المية منها لأن إحنا لما بنجي ننق المية فيها حاجات بننقيها وحاجات بتعد من التنقية اللي بتعد من التنقية بعض المواد الكيميائية ومنها المبيدات يبقى بالتالي هتجلنا في الحنفيات هترجع علينا مرتين بالزبط للأسف الأدوية والمبيدات طب الحاجات بقى المبيدات المنزلية وخطرتها يعني إحنا يعني قلنا الحاجات الزراعية دي مميتة حاجة بتقول إزاز زكاة تقتل ألفين بني آدم طب الرش ده يعني ممكن الناس بقى اللي عندها حساسية في السدر وعندها دي تنفس عندها بعض الأمراض زي الموضوع ده بقى بيكمل على صحته إحنا بنقول اللي عنده حساسية في سدره ما يتعرضش لرش المبيدات تحت أي ظرف مظروف حتى لو ما حصلوش حاجة لو ما حصلوش حاجة النهاردة هيحصلو تاني بكرة يعني مش لازم أول ما نروش كلنا نكوحة وكلنا سدرنا يزيق ويبع عندنا مشاكل صدرية مش لازم اتنين مننا هيبوا كده النهاردة واحد مننا هيبوا بعد ثلاث تيام اربعة تيام وبالتالي برضو بنقول التعرض للمبيدات في البيوت لازم نفادي منه الحوامل ما يتعرضوش تحت أي ظرف لأن أي مبيد يخش على الجنين هيعمل فيه تغييرات جزرية في تركيبه تركيبه العقلي اللي هو في المخ تأثير على المخ تركيبه البنائي اللي هي الأعضاء بتاعته ممكن يطلع عنده عيوب خلقية بقى أنا اللي عملت المشكلة يبسدت الحامل لازم نبروزها ونعقمها وما نعرضهاش وهي تخلي بالها من نفسها لأنها برضو ممكن تستسهل أو تفتكر إن اللي من غير ريحة ده مش هأذيها آه آه بظبط هي فهمة كده آه مفيش حاجة هتدخل عندي خلص ده من غير ريحة كبير السن كبير السن زي بالظبط اللي عنده هشاشة عزام فيها شاشة مقاومة يعني هو باين عليه فطحول وقوي وجامد جدا أول ما يتعرض لجرعة مبيدات مادة سامة كأنها كفت ميزان وطبت جامد هو هيتب جامد لأنه هش ما زي الشباب يبقى إحنا بنقول البنت الشاب أو الولد الشاب هو اللي عليه رش المبيدات في البيت والباقيين يقبوا قاعدين عند الجران لمدة ساعتين ثلاثة القوضة مقفولة لمدة ساعة ويخش هذا الشاب أو هذه الشابة تفتح باب القوضة لمدة ساعتين لإعادة التهوية لحنا كده عملنا ثلاث ساعات ساعة بعد رش واثنين للتهوية بعد للتهوية وتغيير الفرش بعد الساعتين أنا أشكرك على النقطة دي لأن برضو ممكن حد يستخدم القوضة بنفس كل حاجة محطوطة فيها طب هل ده منطقي؟ إحنا رشينا الرش ده زرات زرات إيه؟ ماء ومبيد لما نزلت وتكسيف حصل نزلت على إيه؟ على المخدى والمرتبة والدواسة والكل الحاجات دي يقبأ إذن وأنا برش القوضة كإني بتعامل مع في حرب كيموية أنا والمبيد والقوضة أخد بالي من نفسي بلا بزي ما لبس أنا ماسك وأنا برش والقوضة أعمل مفارش على كل القوضة بحيث أن أنا أشيل المفارش دي بعد الاستعمال وهكذا يعني هي حاوزة أحط في دماغي أنا بتعامل مع مادة خطيرة لو فهمت خطورتها أعرف أخد بالي أخد بالي طيب هل في أي حاجة طبيعية نقدر نتعامل بها غير المبيدات والطريقة الصعبة دي حتى الآن بينحاول في الزراع مش بينحاول بيحاولوا الزراعيين التعامل مع المكافحة المتكاملة اللي هي استخدام الحاجات العضوية علشان نقلل من احتياجنا للمبيدات لكن في المنظور القريب ما اعتقدش في العشرين سنة الجايين هنستطيع نستغنى عن المبيدات يبقى الحال الحرث ليه لأن احنا بنزيد في كسافة سكاننا طيب عاوزين محاصيل طيب أنكم نستورد طيب ما فيش دولار طيب يبقى إذن المعادلة الصعبة هي أن احنا هنستعمل المبيدات علشان نجيب كميات أكل تكفي الميت مليون وبالتالي يقبل انتباه ان احنا ننتباه انتباه ان احنا بنتعامل مع مادة سامة يا رب نكون قدرنا نوصل الرسالة النهاردة واعتقد أن دي شوية نصايح بسيطة كلها نقدر نعملها هنكون الدنيا أكيد أأمن وأفضل لنا والأسرنا في البيت باشك الحاجة جدا نورتني أستاذ دكتور محمود محمد عمر مؤسس المركز القومي للسموم وأستاذ الطب المهني والبيئي كليل طب جامعة القاهرة شكرا لوجود حضرتك معينا النهاردة نخرج مع حضراتكم الفاصل وبعدها نرجع نتابع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة ونشوف الفرق بين سيكولوجية الرجل والمهني اشتركوا في القناة